وأخيراً عملتها بعد خمس سنين نطرة وتأجيل كلكون سألتوني عن تفاصيل عملية منخارة فحبت أعمل هيدا الفيديو وخبركم كل شي عملته بالتفاصيل أول شي خليني فارجيكم بروفيلي شو رأييكم أنا كتير حبت وكتير مرتاحة أخصوص التنفس عندي كتير تحسن بالنسبة للشكل مثل ما شايفين هون بعده أزرق بعدني هون منفوخة وهون كمان منفوخة فبعدني ما أخدت الشكل النهائي والمزبوط يعني المنخار بعد بده يضب من هون ويصغر وهيدا التنفخ كله حيروح ومش هتبين النتيجة قبل ستة شر المهم أنه أنا كان عندي عدمي هون بسبب أنه أولادة كانوا هنا وصغار كتير يخطوا فيي هنا وبيبيز وكذا مرة صاير معي نزيف أكيد أنا ما أخدت وعتات بهالموضوع بس للأسف لما رحيت عم شوف مع الدكتور طلع العدمة هون مكسورة فطالعة لأنه هيدا العدمة ما كانت أنا صغيرة بعد ما زواجت بسبب أولادة طلعت وكمان عملتلي تسكير على الأنف والتنفس فالعملية كانت مش بس للشكل الخارجي مش بس تجميل هي كمان كرمة للتنفس وكمان كان فينا لحمية وقصص تانية كمان لهايك فضلت أنه أختار دكتور يكون اختصاصه أولدون أن في حنجرة ولأنه أولاد صغار قررت أنه أختار هيدا الدكتور يكونوا بتركيا لكون حدوهم ما أبعد عنهم وأنه تجي ماما وتقعد عندي وتهتم فينا بس لبال ما أخدت القرار كانت الأسعار صارت كتير عالية فقلت لا أنه بنزل على لبنان اللي بدي حطهم هون حق دكتور بنزل فيهن على لبنان وبرح فيهن على سوريا وبختار الدكتور يكون أشطر وكمان أكيد اختصاصه أولدون أن في حنجرة لهيك بلشت عملية البحث عن دكتور أولدون أن في حنجرة وأخيرا لقيته وتوصلت معه على الواتساب وأخدت الموعد قبل عشر تيام رحت على الموعد وعملولي فحوصات الدم بنفس اليوم بنفس المستشفى اللي عملت فيها العملية وكان اسم الدكتور أحمد رحية بتلاقوه على الإنستغرام دكتور أحمد رحية راحية مكتوبة بالإنجلش وإذا بتتابعوني على إنستغرام أنا عملت له already mention ونزلت صوري before and after قبل وبعد العملية إنستغرامي هو رهف in Turkey والعملية قدت ساعة تقريبا ساعة ساعة وعشر دقايق بمستشفى اسمه مستشفى المنار بقلب الشام بمنطقة اسمه ركن الدين حسب معلوماتي يعني عملت العملية وقال لي تجي بعد يومين يعني عملت نهار الأحد ونهار الثلاثة رحي تفك لي الفتيل وأنا لأنه كان عندي تكسير عظم فطلب مني إنه بعد أسبوع يعني أنا ثلاثة فكت الفتيل بعد أسبوع من فك الفتيل إنه فك الجفصين ولأنه عملتها في سوريا وكان أنا بدي أرجع الثلاثة من بعد ما فكت الفتيل على لبنان فرحت لشوف دكتور بالقلب لبنان وهو في كل الجفصين ورشحوا لدكتور محمد عباد بس للأسف هيدا الدكتور كتير مضغوط وبالزور لي يعطيكم الموعد وعطاني الموعد الخميس وبتعرفوا أنتو بتكونوا كتير مش طيقين حالكم ما مصدقين إمتد في كل جفصين لهيك قررت شوف حدن تاني ورحت عن دكتور باسل البابا كمان هو اختصاصه أذن أنف حنجرة بمستشفى باعتقد الأذن والأنف حنجرة لي على المطحف ما بعرف إذا هيك اسمه وفك اللي الجفصين وكان فيه مثل خيطان وقطب بقلب النوز من جوا بقلب المنخار وصفائح اسمه فشليهن وحطى اللي التلزيقات اللي لازم يضلوا أسبوع وهنك المضلوا أكتر يعني إذا بتركن ثلاثة شهر للتلزيقات بيكون أحسن لياخد شكل أحلى وكرمال مثل حماية حتى ما يتعرض للحرارة لشي خطة من ولادة لأي شي حتى إذا بدي وط ما يتغير شكله لأنه المنخار بيكون بعض وطل بس للاقصب شوب وقرف مرزين والحرارة الكثير عالية مش عم بيضاين تلزيق وعم يوقع على الشوب والعرق وهيكا فأخر شي حصطبت وشلتون وقلت ما بقبضي حط بس لازم أجاجيب وحطون أتليست أنا ونهيمة أها كرمال قبل ما أنسو قد كلفتني العملية العملية تقريبا بتكلف 300 دولار بهذه الأسناء ما بعرف إذا ممكن تغلق ما بعرف حسب الحالة اللي عندكن كبر المنخار والشغل اللي حيكون فيه إذا بتفرق أسعار العملية بس أنا بحالة كلفتني 300 دولار ففيكن تقولوا أنه اجي الطريق من لبنان لسوريا مش هاحسب تكتاب تركيا لأنه أردي أنا بنزلك الصيفية عند أهلي من نعمل الصيفية بلبنان فأجي الطريق من لبنان لسوريا رحنا بسيارة الماما ومع أدوية ومع أجر الدكتور فيكم تقولوا كلفتني كلية عبادة تقريبا بال400 دولار ومتل ما شايفين أنا كتير راضي عن النتيجة وكتير حبات ما شاء الله كل أعزوا برب الفلق فيه ناس ما بتصلي عن النبي صلوا عن النبي وكتبوا لي بالتعليقات إذا حبيتوا وأهم النصيحة إنه لما بتكون تعملوا تجميل لأي شي روحوا عند المختص يعني مثلا أنا بدي عمل تجميل لأنفي لازم روح عن دكتور تجميل وكمان أذن أنف حنجرة لأنه يمكن يجمل لي من برا بس من جوا ما يعود إقدر تنفس متل ما عم بيصير معه كتير عالم عم يعملوا تجميل عم يرجعوا يعيدوا العملية بعد سنة أو سنتين لأنه عم بيصير معهن مشاكل بالتنفس وعم يطلع لون غضروف فأنا اختصرت من الأول رحت عن الدكتور مختص إذن أنف حنجرة وكمان مختص بالتجميل وبعتقد أنه للسوريين في قلون أسعار غير الأجانب فالسوري حيطلع له سعر غير أقل من هيدا السعر اللي قلت لكم ياه وبس هيك شو حابين تسألوني كتبوا لي تحت بالتعليقات وما تنسوا تتابعوني على انستغرام عم نزل كتير إشياء حلوة ممكن تفيدكم إذا ما فيدتكم بتتسله وأنا إلي زمان ما نزلت لكم فيديويات طويلة لأنه حاس العالم بلش يتزهق من الفيديويات الطويلة وعم بشتغل على الشورتس أكتر بس إذا حابين أنه ترجعوا تشوفوني بفيديويات طويلة كتبوا لي بالتعليقات ونجرب قد ما فينا نعمل فيديويات طويلة مسلية مهضومة ما تزهقوا منا ما تزهقوا منا أوكي وهلأ أصار فيي لكم جرش روس هنطبع على حالكم وبحبكم كتير باي باي موسيقى